رحلة العكسية لبعض اللاجئين إلى أوروبا بدأت كان ذلك قصراً أو باختيارهم الحلم الوردي لحشود اللاجئين الهاربين إلى بلدان المهجر الأوروبية والأمريكية بدأ يتغير لونه مع تغير سياسات الدول المستقبلة للمهاجرين وتشديد الإجراءات الأمنية السويد أعلنت عن أكبر عملية طرد جماعي للاجئين عبر وزير داخليتها أندريس إيجمان الذي قال إن بلاده ستطرد ثمانين ألف لاجئين رفضت طلبات لجوئهم وهم وصلوا إلى السويد في العام الفين وخمسة عشر مشيراً إلى أنه تم الإعاز للأجهزة الأمنية ودائرة الهجرة للبدء بعملية الطرد حيث توقع أن تأخذ وقتاً طويلاً هذا وبدأ لاجئون من العراق طوعاً العودة إلى بلادهم من ألمانيا لخيبة أملهم من الإجراءات التي قالوا إنهم تعرضوا لها مع الأسف لم أرى ما كنت أحلم به هناك عانيت من الكآبة وقررت العودة لأن ما تتحدث عنه المنظمات الدولية حول حقوق الإنسان في أوروبا ليس موجوداً أتمنى لو لم نذهب إلى هناك أتمنى لو غرقنا في البحر قبل الوصول إلى ألمانيا ويبدو أن الكثير من اللاجئين العراقيين بدأوا رحلة العودة وسيلحقهم آخرون في وقت كانت أعلنت سلطات الهجرة الفنلندية أن الكثير من اللاجئين العراقيين أما سحبوا طلبات اللجوء أو اختفوا صفاء ضاحي العربية ترجمة نانسي قنقر